لسه مع القصص القرآني ومع قصة سيدنا إبراهيم في سورة مريم تعالوا نكمل الآيات اللي أخذناها المرة اللي فاتت يقول جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفية وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صدق الله العظيم هذه الآيات الكريمات البينات حوار كله أدب بين سيدنا الخليل إبراهيم وبين أبيه قلنا المرة اللي فاتت إنه بيستعمل النداء بقوله يا أبتي ما ألش يا أبي يا أبتي التأدي جاءت عوضا عن ياء المتكلم مبالغة في التوقير والتقدير والاحترام لأبي قال له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا النداء الرابع يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أنا خايف عليك لربنا ينزل عليك البأس والعذاب والصخط من الله فتكون للشيطان وليا تكون قرين للشيطان تكون مع الشيطان في النار لاتباعك إياه فتكون للشيطان وليا لأنك ما وليت الله ولا أديت حق الله أنا نصحتك ولم تنتصح قال له قبل كذا إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا أنا رسول من الله أنا أدلك على الله وعلى ما ينجيك من عذاب الله لم يلتفت ولم يهتد والد سيدنا إبراهيم فبقول له يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا شوف الرد رد عليه بكل جحود يعني الهداية من الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم أنت مش عقبك الآلهة بتاعتي والأصنام التي نعبدها يا إبراهيم لإن لم تنتهي إن لم تسكت عما تقول لأرجو منك وهجرني مليا هو بقول له يا أبتي وبيتكلم معه بكل أدب وبأدب الأنبياء عليهم السلام يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي أربع مرات يا أبتي مبالغة في التوقير والتقدير والاحترام والأدب مع أبيه في الآخر والده يقول له إيه يقول له لإن لم تنتهي لأرجو منك وهجرني مليا المليا اللي هو إيه اهجرني ليالي طويلة سبني مبالغة في الآخر